الحمد لله طبعا دايما وابدا على كل حال فيه كلام في الفترة الاخيرة على ردود الفعل وانا دايما الحمد لله بحمد ربنا على اي حاجة ربنا دايما بيكتبها دايما ربنا ما بيكتبش كل خير ويمكن الحمد لله من اول يوم متواجد معاكم في البرنامج بلاس 90 طبعا وتشرف متوقع الهجوم اللي علي فيه طبعا تعليقات سلبية وفيه تعليقات ايجابية وفيه ناس الحمد لله مهتمة بالبرنامج ومهتمة بالموضوع مهتمة حتى بالكلام اللي احنا بنتكلم عليه وده شي طبيعي ده شي طبيعي هتلاقي فيه ناس ضدك ويمكن ضدك هيبقى اكتر والناس اللي هتبقى معاك هتبقى معاك هتشجعك بس الحمد لله دايما انا يعني على مدار تاريخي حتى وانا بلعب كرة متعود على كم الهجوم اللي موجود ده حتى وانا في الملعب وانا موجود في الملعب تقريبا يعني كان الاستاد بيبقى مئة الف متفرج فلعبت تحت الضغوط دي ودايما متعود على الضغوطات فانا ما بنجحش غير لما يبقى علي ضغوط بنجحش غير لما يبقى علي اقويل كتير جدا بصراح وكل دايما الحاجات دي بتديني دافع ان انا دايما انا بقى احسن وبتعلم بالناس وفيه ناس كتير جدا بتبعتلي وفيه ناس محترمة ممكن تبقى ضدي وبيبعتولي وجهات نظرهم بسمحها بدايما مع فكرة انا اخدوا بالكو انا والله ما بشوف الايجابي اكتر ما بشوف السلبي بالعكس انا بشوف السلبي اكتر السلبي هو اللي هيعلمك السلبي هو اللي هيخليك تشوف انت رايح فين ولا واصل هتروح لي فين اتجاهك فين بالزبط انا لو دلوقتي صحابي قاعدوا يبعتولي او حتى الناس المحبة لابراهيم سعيد واتشرف على فكرة انا جزء بسيط من من الكرة المصرية فيه فيه عمالقة وفيه اسماء وفيه اساطير واسماء كبيرة جدا موجودة في كرة القدم انا واحد جزء بسيط بتشرف ان انا هكون جزء بسيط بس بيتذكر اسم فالمواضيع دي انا متعود عليها والدغوطات ودايما ان شاء الله بإذن الله عندي هدف ان انا هوصل احترام المشاهد واني يشوف حاجة تليق وهو بيتفرج علينا تليق وهو بيستمع علينا وانا مش هجامل حد حقيقة مش هجامل حد الكويس هقول كويس اي تحت اي ظرف هتكلم بوجهة نظر انا عشان كده دايما حتى لو حضركم متابعيننا يعني هتلاقوا كل كلامنا كورة حدثنا كورة ماليش دخل غير بكورة القدم بالجماهير باللعيبة بالمدربين بالاهيزة الفنية هو ده اللي احنا هنتكلم عليه دايما بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبشكر كل الناس اللي بتهاجمني بس يعني في الاول الاخر انا بتكلم كورة هجمني كورة انت ايه اللي مش عاجبك في كلامني اتكلم معاه في كورة طبعا في خلال الفترة الاخيرة الموضوع خرج برا الكورة شوي ما هو ما هو لما حد بيعايز يعطلك بيخرج برا الاطار اللي انت بتتكلم به انا بتكلم كورة دول وقت فاللي بيجي يحاول ان هو يهاجم ابراهيم بيخرج برا الكورة فمتعود انا من الاخر تعلمت كثير قوي يعني وبتعلم لسه بتعلم من حضراتكم على فكرة ولسه الحياة لسه قدامنا طلط العمر ليكم ولينا مفيش حد بيتعلم ببلاش يعني الاخطاء اللي انا مرت بيها قبل كده اكيد مش هكررها لنا لو قررتها يبقى انا اللي استاهل الموقف اللي انا هتحط فيه فالحمد الله واثق في ربنا سبحانه وتعالى واثق في التوجودي معاكم واثق ان انا بقدم حاجة تليق بالمشاهد وانا عارف ان دايما هتهاجم ودي اول حاجة هتباحها الهجوم لان هو الهجوم هو اللي هيوريك الاتجاه بتاعك فيه كل التقدير والتحية للجميع وبحترم الكل حتى لعب كورة سابق مدير فني بيتكلم علي او صفحات في الاخر انا مسامح مسامح جدا ما بحبش اشيل من حد ولا ازعل من حد ولا ازي حد مركز في شغلي وان شاء الله بإذن الله دايما نكون عند حسن ظن